السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله الوزارة اطلقت الوجبة الثالثة من المفردات السلة الغذائية للمواطنين في عموم مناطق العراق واشار الى ان التوجيهات صدرت الى مخازن الوزارة والشركة العامة للتجارة المواد الغذائية باطلاق الوجبة الجديدة من مفردات السلة الغذائية والتي تتكون من ستة مواد بالاضافة الى مادة الطحين يذكر ان وزارة التجارة عملت بنظام السلة الغذائية الذي اصدره مجلس الوزراء حيث במ�جبه القطاع الخاص باستيراد مفردات السلة الغذائية على أن تقوم الوزارة بعمليات الرقابة والتجهيز فضلا عن المتابعة مع الوكلاء في عموم مناطق العراق التجارة في سعر كيس الطحين في العراق انخفض إلى 19 ألف دينار أكدت وزارة التجارة انخفض أسعار الطحين في عموم البلاد إلى 21 ألف دينار بعد أن وصلت إلى 40 ألف دينار وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون أن أسعار مادة الطحين وصلت إلى 19 ألف دينار في عموم المحافظات العراقية مضيفا أن الأجهز الرقابية تجهز الوزارة بأسعار السوق في كل مدن العراق وتستخدم بعض الأفران والمخابز نوعا من الطحين الصفر المستورد الذي تكون قيمته من 35 إلى 36 ألف دينار عراقي وفقا لحنون وأشار إلى أن المواطن العراقي لا يستلم حصته من الطحين التي تجهز بها وزارة التجارة بحجة أن الطحين غير جيد مؤكدا أن نوعية الطحين العراقية جيدة ولا يوجد فيها أي عيوب ويلجأ المواطن العراقي إلى بيع حصته من الطحين بالتالي يبيعها وكيلة الغذائية بسعر آخر ما يشكل أحد الأسباب في ارتفاع الأسعار حسب التجارة أكد المتحدد توزيع 9 كيلوغرامات من الطحين ل39 مليون عراقي شهريا داعيا المواطنين إلى الاتصال على الإرقام الساخنة في حال كانت لديهم شكاوى على بعض مفردات البطاقة التموينية وعن السبب الرئيسي ارتفاع أسعار الحنطة في الأسواق وصف حنون الأزمة بالعالمية لافتا إلى أنها حصلت بسبب قلة الإنتاج جراء شحة الأمطار بالتالي أصبحت الحنطة لا تستحجم الاستهلاك العالمي أطلاق خدمة راقبني الإلكترونية لاستلام شكاوى المواطنين بشأن مفردات السلة الغذائية أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أطلاق خدمة راقبني الإلكترونية لاستلام شكاوى المواطنين بشأن مفردات السلة الغذائية وقالت الأمانة في بيان أن دائرة مركز البيان الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تساعد وبالتنسيق مع وزارة التجارة لإطلاق التجريب لخدمة راقبني الخاصة بإسلام شكاوى المواطنين بشأن مفردات السلة الغذائية والرد عليها إلكترونيا وبين مركز البيانات الوطني بحسب البيان إلى أن التطبيق الإلكتروني الخاص بالخدمة تم تنفيذه بشكل كامل من قبل ملاكاته الفنية وملاكات قسم تقنية المعلومات في وزارة التجارة وأن الخدمة الإلكترونية تتيح للمواطنين تقديم الشكاوى بشأن مفردات السلة الغذائية المقدمة من قبل وزارة التجارة ومتابعة شكاواهم والسلام الرد عليها عن طريق حسابهم الإلكتروني الخاص بالمواطنين ضمن بوابة أورا الإلكترونية للخدمات الحكومية ولفتت الدائرة إلى أنه بإمكان المواطن التزيل ضمن بوابة أورا الإلكترونية ودرج معلوماته الشخصية وبيانات البطاقة التموينية بدقة يتسنى للفرق الرقابية متابعة شكواه والرد عليها مشيرة إلى أنه من شروط التقديم على هذه الخدمة أن يكون المواطن مقيما في العراق ويمتلك بطاقة تموينية غير محجوبة بالأضافة إلى ضرورة إدخال رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني لغرض التواصل معه إن تطلب الأمر يذكر أن التزيل في بوابة أورا الإلكترونية سيمكن المواطنين الاستفادة من خدمة راقبني ومتابعة شكواه مباشرة وبالإمكان الاطلاع على الصفحة الإلكترونية الخاصة بهذه الخدمة والتقديم عليها عبر زيارة الرابط الآتي الذي سوف أتركه لكم في وصف الفيديو وأضاف البيان أن مركز البيانات الوطني يوفر خدماته الإرشادية للمواطنين في حالة الحاجة إلى استفسار أو واجهتهم أي مشكلة في التقديم الإلكتروني وذلك عبر الارتصال بالرقم 5599 بعد الطحين واللحوم البيضاء اللحوم الحمراء تلتحق بالسرب والزراعة تكشف السبب اتجهت أسعار اللحوم الحمراء في الآونة الأخيرة للارتفاع في أسواق العاصمة بغداد لتلتحق بنظيرتها البيضاء ولتبقى بعيدة المنال والشراء على الأسر الفقيرة تدعيات هذا الارتفاع ألقت بظلالها على المواطنين من الطبق الفقيرة التي باتت عاجزة عن شراء اللحوم بما قلص البعض مشترياته منها إلى النصف مما كان يشتريه سابقا المسالخ الحكومية قليلة يقول صاحب محل قصابة أن أسعار اللحوم سواء كانت الأغنام والعجول ارتفعت عما كانت عليه قبل شهرين مبينا أن الارتفاع كان بحدود الألف دينار للكيلوغرام الواحد بنسبة لللحوم الأغنام والعجول على حد سواء لتصل إلى 14 ألف دينار للأغنام و13 ألف دينار للعجول لترتفع إلى 15 ألف دينار في بعض المناطق في مدينة بغداد ويضيف أن أغلب اللحوم التي نقوم بشراءها من ساحات محددة ببيع الأغنام والعجول الحية بما في يعرف بالعامية جوبا هي ساحات أهلية ومنتشرة في أماكن عديدة من بغداد ويتمذى بحادي الماشية في نفس المكان مبينا أن المسالخ الحكومية تقلصت واقتصرت على واحدة فقط بمنطقة النهروان شرق العاصمة بعد أن كانت متوزعة في عدة مناطق سابقا ويشير إلى أن شراء اللحوم تقلص كثيرا عن ما كان عليه سابقا نتيجة ارتفاع الأسعار لافثا إلى أن الشراء اقتصر على الأغنياء في حين قلص الفقراء من العوائل مشترياتهم إلى النصف ارتفاع أسعار الأعلاف من جانبه أرجع إلى أن سبب غلاء أسعار اللحوم إلى ارتفاع أسعار الأعلاف نتيجة رفع الدعم الحكومي حيث أن وزارة الزراعة رفعت الدعم عن مربية الماشية وبالتالي ارتفعت الأسعار إلى الضعفين مستدركا أن ارتفاع الأسعار كان طفيفا بالنسبة للحوم مقارنة بأسعار الدواجن والبيض في العراف ويوضح أن أسعار نخالة الطحين ارتفعت من 5000 دينار إلى 15000 دينار للكيس الواحد البالغ وزن 15 كيلوغرام تقريبا مشيرا إلى أن قلة الأعلاف أثرت على تسمين الماشية وزارة الزراعة فاشلة من المواطنين من يشكوا من ارتفاع أسعار اللحوم والتي تأتي مكملة لارتفاع أسعار اللحوم البيضاء وبيض المائدة معتبرين أن وزارة الزراعة فشلت في إيقاف هذا الارتفاع الذي يقف الفقراء أمامه عاجزين ويقول بعض المواطنين أن الأسعار في ارتفاع مستمر منذ الشهور القليلة الماضية مشيرا إلى أن العديد من الأهالي امتنع عن شراء اللحوم بسبب غلاءها أسوة بأسعار اللحوم البيضاء التي باتت هي الأخرى مرتفعة حيث أن وزارة الزراعة فشلت في الحد من ارتفاع أسعار اللحوم سواء كانت حمراء أو بيضاء وحتى المحاصيل الزراعية مؤكدا أن الارتفاع مستمر منذ موسم عيد الأضحى والأسعار مستمرة في الزيادة دون توقف أو استمرار حيث أن اللحوم الحمراء أصبحت ثانوية بالنسبة للناس مطالبة أجهات الرقابية بالتدخل ومنع رفع هذه الأسعار كما كان معمولا به سابقا حيث أن الكثير من الأسر بدأت تتجهنه هو اللحوم الحمراء المستوردة والمجمدة نتيجة رخص ثمنها مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذه اللحوم لا يمكن معرفة منشأها بشكل دقيق ومعرفة نوعية هذه اللحوم الزراعة الورقة البيضاء بدورها أكدت وزارة الزراعة العراقية أنها أوقفت جميع الدعم للأعلاف نتيجة سياسة الدولة ضمن الورقة البيضاء وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف أن الوزارة أوقفت الدعم للأعلاف سواء كانت الذرة الصفراء أو الشعير وكل مدخلات الدواجن والثروة الحيوانية مبينا أن ذلك يأتي ضمن سياسة الدولة للورقة البيضاء من حيث الاتجاه نحو اقتصاد السوق وثقليل الاعتماد على الدولة وأضاف إلى أن رعاة الماشية بدأوا يثوجهون نحو الأسواق المحلية لشراء هذه الأعلاف التي تدخل بدورها في حالة العرض والطلب والتي غالبا ما تكون مرتفعة موضحا في ذات الوقت أن أسعار الأعلاف في العراق هي مقبولة مقارنة بدول الجوار وأشار إلى أن جميع الأسعار في العالم أخاصة الغذائية منها ارتفعت بعد كورونا وتأثرت اقتصاديات الدول بذلك إلا أن المواطن العراقي لا يتقبل هذه الفكرة ويطالب دوما بدعم الدولة لكافة المنتجات ومنذ خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي بالنهاية العام الماضي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بينها المحاصيل الزراعية والدواجن بنسبة متصاعدة ما يؤكدها شاشة الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشاكل معقدة وفقا لمختصين وشمل هذا الارتفاع بالأسعار بعض الغذروات والدواجن مادة الطحين التي تعد الرئيسية والأهم في مادة الغذاء العراقية الزراعة تحدد أسباب فتح استيراد الحيوانات الحية وتوضح أهمية الصناعات التحويلية كشفت وزارة الزراعة عن المشاكل التي يعاني منها قطاع الثروة الحيوانية فيما أشارت إلى أهمية الصناعات الزراعية التحويلية وقال مستشار وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي أن الوزارة تعاني من نقص بالثروة الحيوانية وتعود أسوابه الرئيسية إلى ارتفاع أسعار الأعلام فشحها فضلا عن تغييرات المناخية وشح الأمطار أدياء إلى انحسار المراع طبيعية والأعشاب مما أثر على تربية الحيوان وأوضح أن المشاكل التي تعاني منها الثروة الحيوانية أثرت على كمية ونوعية اللحوم وتواجدها بشكل طبيعي مما أستدعى الوزارة لفتح استيراد الحيوانات الحية لتلبية الحاجة المحلية من اللحوم خاصة وأن اللحوم الطازجة تكون أكثر أمنا وذات قيمة غذائية من اللحوم المستوردة المجمدة وأضاف القيسي أن من بين المشاكل التي تعاني منها الوزارات التفاوت بالأسعار بين اللحوم المحلية والمستوردة نتيجة حدم السيطرة على المنافذ الرسمية والمعابر غير النظامية ودخول اللحوم المجمدة والمصنعة وتأثيرها على اللحوم المحلية من ناحية الأسعار وأشار إلى حاجة الوزارة لإعداد خطة شاملة للارتقاء بالثروة الحيوانية وصناعة الأعلاف بالأضافة إلى معامل تصنيع اللحوم لتكون ذات قيمة اقتصادية منافسة للمستورة وتتناسب مع ذوق المستهلك وتابع القيسي أن القطاع الخاص هو المسؤول عن عملية تعليب اللحوم بعملية تسمى الصناعة الغذائية أو الزراعية التحويلية فالزراعة من دون صناعات تحويلية تكون خاسرة ولا تحقق المستوى الاقتصادي المطلوب مبينا أن وزارة الزراعة تعمل على دعم القطاع الخاص بالتعاون مع الوزارات الساندة كالنفط والكهرباء والتجارة من خلال تقديم تسهيلات لتنشيط الصناعات الزراعية التحويلية من ضمنها صناعة اللحوم والتعليب والتمور وغيرها